نصرف إزاي بقى؟ أنا بشتغل وهو بيشتغل أو أنا قاعدة في البيت وهو اللي بيشتغل وهو اللي بيصرف على البيت طبيعة العلاقة المالية ما بين الزوجين تبقى يمكن نيافتك قلت إنه المصاريف المشتركة أو المال المشترك ده في بركة وده مفروض يبقى متفق عليه بس في ناس ما اتفقتش فيشتغلوا إزاي بيعملوا إيه؟ إزاي ما قلت حاجة أنا خبرتي البسيطة في الخدمة تقول إن دخل المشترك هي بركة وما نخبيش حاجة عن بعض بنحط دخلنا المشترك مع بعض وأول حاجة هنطلع عشرة في المية بسرعة تروح لسحبها بتعربان نقول بتعربان وده بسر البركة هاته العشور جاروا بسرعة أول ما ييجي الدخل نمرة اتنين هنحط عشرة في المية في الدولاب بتاعت إيه؟ الدخار بقى أزمات يعني أزمات لقدر الله بدلا من استافل لازم وحتى لو محتاجنهمش الشهر دنا تخليهم هنحط عنهم الشهر الجاي لأن إحنا في البيت المصري المسيحي عندنا تلات مناسبات مهمين محتاجين فلوس كتير العدين والمدارس صحيح والتواريخ دي ثبتة ما هيش بتيجي فجأة فبرضه الناس الحكماء العقلين ما يتزنقوش ولا يستلف ولا يقول له تصرف لا أنا محويشها وعمل حسابي فيبع 10% ربنا وبسرعة نروح لصحابها 10% في الدولاب ما حدش يميدي عليها فاضل 8% يقعد بابا وماما وأولادهم 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 عشان يعرف الدنيا ماشي إزاي عشان ميجيش يطلب مني إجازمة بألف جنيه مثلا ما هو قاعد معنا وشايفي الميزانية إزاي 8% دول حنقسمهم بقى الأهم فالأقل أهمية فالأقل أهمية وكده فهمان يا حضراتك ولازم أنا رأيه برده فيه مصروف شخصي لبابا فيه مصروف شخصي لماما وما تدخلش فيه بقى ما خدش في تفاصيله أنت صارت المبلغ ده فين أشكرك أنت مبسوطة أشكرك ليه بقى لأنه فيه واحدة بعتت لنا مرة أنا مش قادرة نصر رسالة دي قالت هو بيجيب أكل وبيجيب شرب وبيجيب كل حاجة بس لو صرفت جنيه واحد في أي حاجة بره الحاجات دي بيحاسبني حسابه عسير جدا حاسة أن أنا تلميذة ومش عارفة تصرف في أي فلوس ليا ولو نسيت سفرة فين عشر جنيه دي ممكن نعمل لها مش كده لا طبعا ده مش كده أنا رأيي أنه فيه مصروف خاص لبابا لأنه بابا له مظهره له خروجه له بعض الحاجات متطلباته ماما كمان ليه حاجات تخصها فيه مصروف معقول حسب هي بتشتغل ولا قاعدة في البيت بنقيمه ماما ليها مصروف زي ما ولادنا ليهم مصروف صح ماما ليها مصروف بابا له إيه مصروف كل من هما بيتصرف مصروف ده حسن ما يشوف ما تدخلش وقعد بالقرش بقى صارت يديش حي لو مصروف الزوج ده هو قرر أنه يستغله في مساعدة أهله وهي نفس الحكاية فرضا يعني لو هما محتاجين مساعدة مالية من غير ما يقول للطرف الثاني ده صح والغلق لأنا رأيي أنه لازم بقى بعلم الآخر لازم بقى بعلمه وطالما أنت أمين على حكته أو هو أمين على حكتك لا يمكن أعتقد يعني طالما في حدود إمكانياتنا مش هيعترد ببالك إزاي بس نبقاش على حساب ضروريات بيتنا تمام يعني في آية كده في غلطية يقول إيه ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا غلطية ستة آية واحد يعني إيه يعني أنا بساعد بس بشرط مش على حساب إيه ضروريات بيتي سح فأنا بساعد بس بمعرفة الآخر ما نشارك حياتي وبقول لي بقى الزوجة أو الزوج الزوجة اللي تمنع زوجها إن يجيب دواء لمبطو المريضة المحتاجة ولادها يطلعها في مطال قسوة طبعا وهي حتشب نفس الكاس طبعا لأن في قانون إلهي اسمه ما يزرعه الإنسان يا يحسن ده قانون طبعا زي اللي بيزرع عينها بيطلع له عينها بتين يطلع عين شوك يطلع شوك ده قانون فالزوجة اللي تمنع جزها إن يجيب دواء الممطو العينة اللي محتاجة فعلا مش بكلم محتاجة فعلا هتشرب من الكاس الزوج اللي يمنع زوجته إنها حتتزور ممط ممطها العينة هتلع أولاده في المنتهى القسوة ويشرب من نفس الكاس إيهو هنعمل كده إذن أنا رأي إنه لازم بقى بالاتفاق مع الزوجين طالما هي أمينة على حكته طالما إن ده مش هيأثر على أساسيات بيتنا فده شيء رائع وقعد لي لأن أنا معمل كده مع حماية أو حماتي أنا لما ربنا سامح وكبرت واحتاجت هلأ أولادي إيه يعملوا كده يقفوا جمبي من جيل إلى جيل وهاكت لكن لازم بمعرفة شريك الحقيقة